في اليوم العالمي للبيئة البصرة تقبع تحت خطر التلوثة ومخاوف من انهيار بيئي وشيك تتصدر مخلفات الاستخراجات النفطية قائمة العوامل المسببة لتلوث الهواء والماء والتربة في البصرة فيما تزداد أعداد الإصابة بالأمراض السرطانية جراء تلك الملوثات في محافظة البصرة وحسب وضية حقوق الإنسان وبالتعاون مع دائرة بيئة البصرة انه جريت فحص في مركز المحافظة اللي بعيد من الحقول النفطية نسبة التلوث في مركز المحافظة حوالي 68.6% ونسبة التلوث في مياه شط العرب 98% جرثوميا 48% مياه شط العرب ملوثة كيميائيا هذه كارثة على الجهات المختصة الاهتمام أو النظر لهذه المشاكل للرأفة أو الرحمة بالسكان اللي عايشين في محافظة البصرة حزمة إجراءات تنفذها دوائر تحسين البيئة هنا لكن المشهد يزداد تعقيدا بسبب عدم التزام المنشآت النفطية والصناعية بالمعايير البيئية رغم انذارها بوقف نشاطاتها غير المطابقة لشروط البيئة تقوم مديرية بيئة البصرة باتخاذ بعض الإجراءات والكشفات الفنية لغرض متابعة عمل وأنشطة الحقول النفطية والأنشطة الصناعية الموجودة في عموم محافظة البصرة هذه المتابعة تأتي لغرض تقييم الواقع البيئي لتلك الأنشطة ومن ثم وضع الحلول المناسبة للحد من التلوث الذي ينتج منها طبعا يوجد هناك تأثيرات لعمل الشركات القطاعية سواء كانت الحكومية أو الأهلية تأثيرات سلبية على البيئة ولكن احنا كوزارة وكدوائر تشكيلات لهذه الوزارة نكاتب باستمرار هذه الشركات بضرورة مراعاة الجوانب البيئية والصحية وطبعا أنا أتحدث بصراحة الوضع البيئي في محافظة البصرة يعد متراجعا وتحاط البصرة بنحو أربعمائة شعلة نفطية تضاف لها المخلفات الصناعية والصحية وانتشار النفايات كلها عوامل ساهمت بابتفاع نسبة التلوث البيئي في المحافظة أثير العبادي واني نيوز البصرة